يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والله إحنا هنا في رقم عشرة قلنا إن كولر محتاج ياخد حقه شويتين تلاتة مرسي كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي تولى المهمة من عشر شهور بالزبط مع النادي الأهلي الراجل اللي ما كانش حد بصراحة شديدة يتوقع إنه إحقق كل هذه النجاحات في الموسم الأول ليه مع النادي الأهلي مش علشان هو لا قدر الله الأهلي جاي مدرب ضعيف لأ سي فيه محترم جدا ولا علشان هو كان النتائج مش عظيمة للأهلي مع نهاية الموسم الماضي بس الحقيقة إنه مدرب ما عندوش خبرات في المنطقة العربية ما عندوش خبرات في المنطقة الأفريقية ما عندوش خبرات بالكرة خارج أوروبا فأنت بتتكلم في مدرب يعني لسه جاي استكشف لسه جاي استكشف أريد تصريحات عن مارس الكرة أنا أفتكرتها دلوقتي أول ما مارس الكرة الجي تدريب النادي الأهلي بدأت أسرش عنه وأشوف بيتكلموا عنه زي في النمسا أو في السويسرا سواء مع بازل أو مع منتخب النمسا أو مع الفرق اللي دربها وكان لما بيتقال عليه انتقادات كان بتتقال إيه بتتقال إنه مدرب تقليدي طريقته تقليدية ما عندوش ابتكار وفي حقيقة الأمر بعد عشر شهور اللي الواحد شافه من مارس الكولر مع النادي الأهلي غالبا ما شافهوش قبل كده في الكرة المصرية هتقول لي يا عمي كريم يا استنى بس ما تبالغش ما تقف بارش عشان خد خمس بطولات هو ده في حد ذاته شيء تاريخ خمس بطولات في عشر شهور بمعدل بطولة كل شهرين يعني صباح الخير صباح الخير المشجع الأهلي بيقولها بياخد بطولة كل شهرين كل تمن أسابيع كل ستين يوم بطولة يا بغتك يا بغتك نوتان باح يا بغت مشجع النادي الأهلي بالأهلي الموسم ده